معالي السيدة الرئيسة الوزراء معالي السيد الجمهورية السيدة الالساندر غريتشيج السيد الرئيسة الوزراء الوزراء الحضور الحضور الكرام السيدات والسادة أنشعروا أنني ساعدني معكم اليوم للوجود في هذا المؤتمر الذي يحتوي العديد من أصدقائنا من سربيا وبالطبع أعرب عن ترحيب أرائع للحضور هذا المنتدى يحدث لكي نحتفل بهذه العلاقات الثنائية بين البلدين وهذه العلاقات الثنائية والعلاقات الوطيدة بين سربيا ومصر ونتمنى أن تكون هذه العلاقات تسري حسنا بين البلدين خاصة بعد زيارة السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ففي هذه الأوقات بالطبع أدو أن أقوم بتأكيد توطيط العلاقات بين سربيا ومصر والتي تتسمى بها المرونة وتتسمى أيضا بزيادة الصادرات وزيادة أيضا تعاون الاقتصادي بالنسبة الكبيرة وكل هذه الأرقام التي يتم تقديرها بالطبع تزداد لأكثر من هذه الأرقام التي سبقنا بعرضها وكذلك أيضا لدى الإصلاح الاقتصادي بينما وصر قام بتعزيز أماتنا تجاه تحديات التي قمنا بتصديل لقد أصدر الاقتصاد الخاص بالنعديل من المرونة من أوجه المرونة لكي يكون هناك إدراج ومشاركة من أصحاب الشركات المعنية من أجل تعزيز الاستثمارات من أجل تعزيز احتياط النقد الخاص بنا هذه الأشياء التي تصدى لها هذين البيئة الدولتين أصدرت أن هذه العلاقات الاستثمارية والعلاقات الودية أبلت بلاء حسنا لقد تصدرنا من 100 مليون إلى أكثر من هذا ولكن إلى حوالي 208 مليون بالطبع لقد التزمت مصر بخلق بيئة تتسم بشمولية جميع أوجهها الاستثمار وبالطبع جراءة توجيهة السيد عبدالفتاح السيسي لكي يكون هناك مرونة مع الإيكو سيستم أو نظم البيئي الخاص بهذه المشاريع التي تم إنشائها وتتشينها في مصر وكذلك أيضا وجود الاستثمار في هذه المناطق الحرة الموجودة في مصر بالطبع إن التزام مصر لدعم القطاع الخاص هو شيء مهم جدا لقد أبدت جمهورية مصر العربية اتجاه وطيط تجاه هذا الأمر من أجل تعزيز المشاريع وإنشاء تعزيز المشاريع والشرقة بين القطاع العام والخاص مصر بالطبع أبلت بلاء حسنا في توفير اهتمام رائع لكي يكون هناك أيضا اهتمام بالاتفاقات الحرة التي تدم الدول العربية والأمم التابعة للكوميسا من أجل إدراج هذه الاتفاقيات الحرة الخاصة باتفاقات التجارة الحرة المعنية بالدول الأفريقية لكي يكون السوق الأفريقي موجود وأن هدفنا واضح تماما أولا تعزيز هذه الخطوط استثماري الخاصة بنوم ثم تعزيز القطاع الخاص وكذلك أيضا لكي يكون أكثر قوة من أجل تعزيز هذا الاستثمار المحلي وغيره ولكي يكون هناك أيضا مصادر محتملة من الجانب الإنساني وكذلك من الجانب المحلي لكي يكون هناك منافسة في الأسواق العالمية الحضر الكريم من قبل مشاركة هذا الاستثمار الخاص بوجود التعاون الاستثماري بين البلدين أود أن أقول لكم أن هذا المنتدى يفتح الأبواب أمام كل القطاع الخاص بشتى مجالي لكي يشاركوا في هذا الصدد نشاركوا الأهداف الصربية في أسوق العالمي بتركيز على المزايا التحفيزية والتنافسية لتعزيز القدرة الاستعابية الخاصة بنا النهاية الخاصة بهذه الاتفاقيات المبرمة بين الدول بالطبع هي خطوة مهمة جدا وهو أول شيء قمنا بفعله أثناء وجود الوافد الصربري هنا في مصر بالطبع بكي يكون هناك تعزيز لتعزيز هذه العلاقات من أجل أيضا زالت هذه القدرة الجمهورية على المنتجات التي يتم بثافي الأسواق بين الدولتين ومن ثم أيضا تعزيز الوجود الجانب المصري والصربية في الأسواق الخاصة بالبلدين أود أن أعرب عن أهمية العلاقات وأهمية الفرصة التي تعرضها مصر بناء على ما تبثه هذه العلاقات في مصر وكذلك أيضا وجود مستقبل للشعب الصربي والشعب المصري من أجل تحقيق أيضا النتائج الجيدة لهذا المنتج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر